بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نواصل في حل التمارين حول درس الجذور بإذن الله مع الجزء السادس قبل أن أبدأ ملاحظة بسيطة فقط يعني حتى لا تكون فيديوهات طويلة أريد فقط أن أفصل يعني الفيديوهات التي أقدم فيها نصائح عن الفيديوهات التي أقدم فيها تمارين يعني عادة يكون الفيديو فيه نصائح وتمارين فيكون الفيديو طويل لا إن شاء الله من اليوم فصاعدا توجد فيديوهات خاصة بالنصائح لن نتكلم فيها عن حلول تمارين والدروس نتكلم فقط نصائح وأمور تهمكم وفيديوهات لحل التمارين ولشرح الدروس لوحدها يعني شرح الدروس وحل التمارين لوحدها والنصائح وأمور أخرى أخصص لها فيديوهات خاصة يعني حتى لا أخلط فيديوهات النصائح مع فيديوهات حل التمارين ويكون الفيديو طويل إذن نبدأ على بركة الله. اليوم نحل الثلاث تمارين. التمرين 26 صفحة 27. التمرين 32 و 34 صفحة 29. نحل الثلاث تمارين. نبدأ مع التمرين. هذا التمرين 26 صفحة 27. هو التمرين. 26 الصفحة 27. ماذا يقول؟ يقول أكتب كل عدد مما يلي على الشكل A جدر 3 حيث A عدد طبيعي. هذا جدر 147 جدر 75 جدر 12. ثم تانيا استنتج كتابة مبسطة للعدد A. ها هو العدد A. معناها نبسط كل واحد لوحده. ثم نبسط العبارة كاملة. طبعا دائما أذكركم أن في قناتي الدروس توجد الدروس مشروحة بالتفصيل. لذلك في التمرين أحاول أن أحل بسرعة. يعني أشرح لكن لا أشرح كثيرا. لماذا؟ أن في قناتي قبل أن أحل التمرين دائما توجد دروس مشروحة بالتفصيل. نبدأ مع التمرين 26. قال لي أولا نبسط العدد 12. هذا العدد 12. قلنا سابقا كيف يبسط. هو جدر 4 في 3. جدر 4 ماذا يساوي؟ يساوي 2. وجدر 3. أتركه كما هو. لا أحسبه لأنني أجده بالعدد بالفاصلة غيره منتهية. ثم جدر 75. ماذا يساوي؟ سابقا قمنا بحل مثل هذا المثال هو 25 في 3. جدر 25 ماذا يساوي؟ 5. جدر 3 يبقى كما هو. طبعا هذه الأعداد قلت لكم يجب أن تحفظوها. لأنك تبقى دائما تستعمل ألة حاسبة تضيع الكثير من الوقت في شهاد تعليم المتوسط. يجب أن أكون حافظ أن جدر 12 جدر 4 فون يساوي 2 جدر 25 فون يساوي 5 وهكذا. لا أستعمل ألة حاسبة في أي شيء ودائما. العدد الثالث ما هو؟ هو جدر 147 ماذا يساوي جدر 147؟ يساوي 49 في 3. أنا حافظ ماذا يساوي جدر 49؟ يساوي 7 جدر 3. أظن بسيطة. ثم قال لي بسط العدد A هذا أولا. بسطنا كل واحد لوحده. ثانيا بسط العبارة كاملة. ماذا يساوي A؟ A يساوي 2 جدر 12 ناقص 4 جدر 3 زائد جدر 75 ناقص جدر 147 بسطنا سابقا هو 5 جدر 3 ناقص جدر 147 بسطنا سابقا وهو 7 جدر 3 A يساوي 2 في 2 4 جدر 3 ناقص 4 جدر 3 زائد 5 جدر 3 ناقص 7 جدر 3 A ماذا يساوي؟ 4 جدر 3 ناقص 4 جدر 3 يساوي 0 لأنه نفس العدد. هذا العدد ناقص نفسي. تبقى 5 جدر 3 ناقص 7 جدر 3 هي ناقص 2 جدر 3 طبعا وقلت لكم عندما تحلون لا تنسوا القاعدة ما هي القاعدة التي أتحدث عنها؟ لا أستطيع أن أجمع أو أطرح إلا إذا كان لدي نفس العدد تحت الجدر يعني لا نحسب مباشرة نحفظ وفاقت قلنا يجب أن نفهم هذا إذا لم يكن لدي نفس العدد تحت الجدر لا أستطيع أن أجمع وأطرح يجب أن يكون لدي نفس العدد تحت الجدر الآن نذهب إلى حل التمرين 32 الصفحة 29 تمارين 32 الصفحة 29 ماذا يقول هذا التمرين؟ انظروا معي هذا التمرين 32 لاحظوا معي أين هو التمرين 32 ها هو التمرين 32 يقول A, B, C, D, E, F, G, H مكعب طول حرفه 5 سنتيمتر طبعا هنا في الأنشطة الهندسية أو عندما نقرأ الشكل يجب أن نفهم لا أقول مكعب وأمر كأنني لا عندما أقول مكعب ما هو المكعب؟ في المكعب تكون جميع الأحرف لها نفس الطول معناها هذا 5 سنتيمتر هذا 5 سنتيمتر هذا 5 هذا 5 كل الأضلاع 5 سنتيمتر الآن لماذا؟ لأن المكعب أوجهه ما هي؟ أوجهه مربعة هي عبارة عن مربعة كل وجه عبارة عن مربعة ونعلم أن في المربعة كل الأضلاع لها نفس الطول الآن قال لي ما هي ما طبيعة كل من المتلتين B, C, F و E, C, F هذا المتلت B, C عفوا B, C, F هذا المتلت أرجو أن يكون واضحا B, C, F ما هو هذا المتلت منعه؟ طبعا هذه الأسئلة نجيب شفاويا فقط منع المتلت B, C, F هو متلت قائم في B لماذا؟ قلنا هذا مكعب وقلنا في المكعب كل الأوجهه عبارة عن مربع إذن B, F, G, C هذا الوجه القاعدة هذا الذي يكون في القاعدة مربع مدى مربع زاوية الأربعة قائمة إذن توجد زاوية قائمة هنا إذن هذا المتلت B, C, F ما به هو متلت قائم أين قائم؟ في B لأن الزاوية القائمة هنا في B و E, C, F E, C, F هذا E, C, F هذا نقاط متقطعة هذا E, C, F هو أيضا متلت قائم لماذا؟ قلنا كل الأوجه مربع مدام كل الأوجه مربع إذن يكون هذا الوجه E, H, G, F هذا الوجه مربع وهذا الوجه B, C, G, F مربع وكل الأوجه تكون كل وجهان متتاليان يكون هذا الوجه عمودي على هذا الوجه لماذا؟ لأنه مكعب كل الأضلع تكون متقايسة وكل الزاوية هنا كل ضلعين يكون فيهما زاوية قائمة إذن هذا المتلت وهذا المتلت هما متلتين قائمين لماذا هذه المعلومة؟ لأنني سوف أكمل بهذه المعلومة بعد أن قلت له أن هذه المتلتين يعني هو متلتين قائمين قال لي أحسب القيمة المضبوطة لكل من الطولين C, F هذا C, F هذا سوف أحسب C, F وبعد أن أحسب C, F أحسب C كي أحسب C, F ماذا أطبق؟ أطبق نظرية فيتاورت لماذا؟ لأن المتلت قائم قلنا لا يمكنني أطبق نظرية فيتاورت إلا في المتلت القائم هنا سببين كي أطبق نظرية فيتاورت سبب الأول لأن المتلت قائم والسبب الثاني لأنه قال لي أحسب الطول ونظرية فيتاورت نستعملها لحساب الأطوال إذن هنا لدي سببين سبب الأول المتلت قائم سبب الثاني طالب مني حساب الأطوال وفي حساب الأطوال يمكن استعمال نظرية فيتاغرد نقول ماذا نقول نقول بما أن المتلت ما اسمه المتلت هو اسمه بي أفسي بما أن المتلت بي أفسي قائم في بي فحسب نظرية فيتاغرد ماذا نجد نجد دائما الوتر مربع بما أن بي هي الزاوية القائمة معنى أفسي هو الوتر أفسي مربع يساوي يساوي ماذا يساوي يساوي بي أف مربع زايد بي سي مربع الآن هذا أفسي أو سي أف لا يهم ماذا يساوي ساوي بي أف مربع زايد بي سي مربع بي أف و بي سي كم يكون طول كل واحد منهما يكون خمسة لماذا قلنا مكعب مدام قال طول حرفه خمسة إذن الأحرف جميعا سوف تكون خمسة إذن سوف يساوي خمسة مربع زايد خمسة مربع خمسة مربع هي خمسة وعشرون زايد خمسة مربع هي خمسة وعشرون إذن CF مربع يساوي 50 هذه CF مربع نحن نحتاج CF ماذا يساوي CF يساوي جذر 50 قال لي أكتبها على شكل A جذر B كيف أكتبها على شكل A جذر B درسنا درس الجذور ودرسنا كيف نبسط الجذور كيف نبسط جذر 50 هي 25 في 2 إذن CF ماذا يساوي جذر 25 يساوي 5 جذر 2 لا يحسب يبقى كما هو بسيط جدا كتبت له على شكل A جذر بمعنى هذه النتيجة التي تجدها تجدها على شكل جذر بسيط الجذر درسنا تبسيط الجذور وشرحناه جيدا الآن بعد ما حسبت هذا الطول CF طلب مني أن أحسب الطول CF بنفس الطريقة بنفس الطريقة لدينا هنا قلنا المتلت هذا CF هو متلت قائم إذن بنفس الطريقة تقول له يعني حتى لا أطل تقول له لدينا المتلت CF هو متلت قائم في F ومنه حسب نظرية فيتاغورت نجد ماذا نجد نجد أنه OC الوتر دائما نبدأ بالوتر OC مربع يساوي UF مربع زايد FC مربع OC مربع ماذا يساوي يساوي UF UF قلناه هو خمسة مربع زايد FC FC وجدناه في السؤال السابق انظروا FC أو CF لا يهم ماذا يساوي يساوي خمسة جذر إثنان أو جذر خمسون أستطيع أن أعود بالنتيجة المبسطة أو هذه النتيجة غير المبسطة لا يهم نعود إذن زايد وجدناها جذر خمسون مربع إذن OC مربع ماذا يساوي خمسة مربع هي خمسة وعشرون زايد جذر خمسون مربع يساوي خمسون قلت لكم إذا كان العدد الذي تحت الجذر موجب إذا كان موجب أستطيع أن أقول يذهب المربع مع الجذر ويبقى العدد لكن إذا كان العدد موجب حداري هنا لأن العدد موجب لو كان العدد سالب لا أستطيع خمسون زايد خمسة وعشرون ماذا يساوي يساوي خمسة وسبعون هذه أوسي مواربع يساوي 75 أنا أحتاج أوسي وليس أوسي مواربع ماذا يساوي؟ يساوي جدر 75 كيف أن نبسط جدر 75؟ قلناها في المثال في التمرين السابق هي 25 في 3 إذن أوسي ماذا يساوي؟ يساوي 5 جدر 3 أظن أنها بسيطة تحسب نظرية فيتاغورت عادي نظرية فيتاغورت يعني التي نعرفها عادي وبعد ذلك ماذا تفعل؟ تقوم بالتبسيط كيف أن نبسط درسناها في الجذور لدعي للإطالة الآن نذهب إلى التمرين 34 الصفحة 29 ماذا يقول هذا التمرين؟ انظروا معي التمرين 34 هو هذا التمرين يعني إذا لم يكن واضحا يمكنك أن تأتي بالكتاب المدرسي وتتابع معي قال نعتبر المثالة ABC القائم فيها هو المثالة قائم والمتساوي الساقين حيث AC يساوي X AC يساوي X وبما أن AC يساوي X AB أيضا يساوي X لماذا؟ لأنه وضع لي رموز التقايص قال لي هذا الضلع يقايص هذا الضلع مدام AC يساوي X إذن AB يساوي X قال لي أحسب طول BC بدلالة X واكتب النتيجة على شكل أجذربي الآن يعني أنتم تجدونها كثير أن هذه بدلالة X بدلالة X وتخافون منها لا بدلالة X يعني هي شيء بسيط عندما تجد بدلالة X يعني لا تخاف وتقول ما هذا هي بكل بساطة بدلالة X معناها عندما تكتب AC لا تكتب AC وكتب مكانه X فقط يعني لا عندما تجد بدلالة X تقول ما هذا لا بسيطة بدلالة X معناها عود ذلك الطول بX هذا ما معناه بدلالة X نبدأ بنفس الطريقة قلت لكم حتى لا أطل بنفس الطريقة تقول له لدينا المتلة ABC قائم في A ومنه حسب نظرية فيتا هورت نجد BC مربع قلنا من الأفضل أن نبدأ بالوتر BC مربع لماذا يساوي يساوي AC مربع زائد AB مربع الآن قال لي بدلالة X قلت لك ما معنى بدلالة X قال لنا AC يساوي X معناها أنزع AC هذا وأكتب مكانه X إذن BC مربع يساوي AC مربع هي X مربع لأن AC يساوي X وقلنا AC يساوي AB إذن AB أيضا أعوضها بX لماذا أرجع لكم التمرين قلنا AC يساوي X وAC يساوي AB إذن AB أيضا يساوي X لأن AB وAC لهما نفس الطول الآن BC مربع يساوي X مربع زائد X مربع هي في الحقيقة 1X مربع زائد 1X مربع ماذا يساوي يساوي 2X مربع أنا الآن وجدت BC مربع هو قال لي جد BC وليس BC مربع الآن عندما أنزع المربع من هنا أضع الجذر هنا إذن BC يساوي جذر 2X مربع تتذكرون قاعدة في الجذور ماذا قلنا؟ قلنا عندما يكون لديك عملية ضرب هنا 2X مربع معناها 2X مربع قلنا عندما يكون لديك عملية ضرب ماذا تفعل؟ تستطيع أن تفصل الجذور هذا 2 في X مربع أستطيع أن أكتبه جذر 2 لوحده في جذر X مربع لوحده أليس كذلك؟ درسنا هذه القاعدة الآن BC ماذا يساوي؟ جذر 2 لا أستطيع أن أحسبه جذر X مربع يذهب الجذر مع المربع ويبقى X تقول يا أستاذ أنت قلت لنا لا يذهب الجذر مع المربع إلا إذا كان العدد موجب تقول يا أستاذ كيف حرفت أن هذا X موجب؟ أذكرك X ما هو؟ هو طول الضلع آسي والطول كيف يكون؟ الطول دائما موجب مستحيل أن يكون طول سالب لذلك يذهب الجذر مع المربع يبقى X تقول يا أستاذ هذه ليست مكتوبة A في جذر B أقول لك بسيطة إعكسها جذر 2 في X ماذا تساوي؟ تساوي X في جذر 2 ها هي مكتوبة على الشكل A جذر B بسيطة إعكسها فقط في الضرب نستطيع أن نعكس الضرب تبديلي 5 في 3 نفسها 3 في 5 4 في 7 هي نفسها 7 في 4 X في 10 هي نفسها 10 في X فقط أرجع إلى X هنا وجذر 2 هنا هي X في جذر 2 انظروا كتبت له B على الشكل A جذر دائما أقول لكم يا أحباء الرياضية عندما تركزون هي بسيطة فقط اجتهدوا أنا أؤكد لكم أنها بسيطة وسوف تفهمون كل شيء بإذن الله عز وجل بالتوفيق يا أحبائي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته